شأن الداخلي يخص النمسا وكل المتواجدين على الأراضي النمساوية خبرنا الأول في المجموعة دي يعني فين أنرجي في الصدارة شركات الكهرباء في النمسا تحقق أرباح خيالية وبعدين بنقول رغم التراجع الطفيف ما زالت أسعار المواد الغذائية الرخيصة في النمسا مرتفعة وعندنا خبر تاني متعلق به دراسة تظهر أبرز أسباب إفلاس الشركات في النمسا لو قعدنا لو رجعنا نحلل أو ندمج الأخبار التلاتة دول مع بعض أنه كان أكبر مشكلة بالنسبة لكل الشركات أو على مستوى كل الأعمال في النمسا هو مشروعات الطاقة الناس كانت بتتقلم أو عندها مشكلة كبيرة جدا من ارتفاع أسعار الطاقة لأن كل حاجة بتتعلق بالطاقة سواء من بنزين سواء من غاز سواء كان بيتحملها المستهلك العادي نعم ودي نقطة الحاجات دي قدت إلى يعني أن وجود أو وصول بعض الشركات لحالة الإفلاس الجانب التاني أو الخبر التاني اللي احنا بنتكلم فيه موضوع موضوع الخاص بالأسعار الأسعار الأسعار المواد الغازية رغم أن هما فيه انخفاض في كل حاجة لكن عمرنا مشعرنا أن الأسعار انخفاض مازالت مرتفع نعم تضخم يتراجع والأسعار المواد الغازية صراحة مستقرة وعند السعود عند سعود الزروة 2023 مين هو دافع تمن كل ده المستهلك على الجانب الآخر شركات الطاقة تحقق أرباح خرافية خيالية نعم كيف يمكن عمل التوازن بين الاثنين دول والحكومة بتتفرج يعني يعني بصراحة يوجد شيء سيد الكريم ما يقال عنه في السيطرة في السيطرة على الشعوب ماذا يقول لك نظرية السيطرة على الشعوب نظرية السيطرة على الشعوب تقول لك اخلق مشكلة في المجتمع ثم اعمل على حلها ستتحول إلى بطل ماذا قامت به النمسا وغيرها من دولة أحد الأوروبي ارتفعت أصار الطاقة غلي كل شيء أصبحت النمسا والحكومة النمساوية تقدم المساعدات ودعم الطاقة وما بعرف شو وا 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 كل هذا الكلام بغض المظهر بالله هم عملوا مشكلة عملوا مشكلة قادرين على أن يتحكم بها ارتفاع الغاز وارتفاع ما بعرف شو وا 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 هذا الكلام كله ولكن بالمحصرة هي فعليا كانت مشكلة مصطنعة والدليل والدليل سيد الكريم إفلاس الشركات بشكل كبير إفلاس إفلاس استثنائي هذا العام يعني الأخبار التي تفضلت بها حول الأسباب المنطقية طبعا هذه الأسباب بصراحة المعلنة ولكن الأسباب الغير معلنة الله أعلم فيها والتي هي يكشفها خبر أن شركات الطاقة تحقق 2.5 مليار يورو إجمالي تخيل استاذ ممدوح 2.5 مليار يورو على كل الشركات خاصة شركة فين فين انرجي لوحدها لوحدها اعتقد حققت الطاقة أرباحا إضافية وفقا للتحاليل مومنتام فين انرجي بالمرتبة الثانية بزيادة قدرها 183 183 يعني تخيل استاذ الكريم 387 أرباح إضافية غير أرباح المعتادة طب هاي منين اجت اجت من جيبتك وجيبت الشركة اللي أفلست وجيبت الغذاء اللي ما زال حتى هذا اليوم مرتفع واللي اجتوا تصفيات بآخر العام تصفيات كارثية ادفع عندك ألف و ألفين و ثلاثة و أربعة هاي الأرباح حققتها من هون بسبب الارتفاع الجنوني تخيلوا أستاذ ممضوح سعر الكيلو واط وصل لأربعين يو أربعين سنت عفوا أربعين سنت أربعين سنت وهلا الأسعار رجعت ما دون العشرة سنت في شركات بالطاقة حاليا بتقدم أسعار الكيلو الواط الساعي بأقل من عشرة سنت طب كيف ارتفع للأربعين و كيف نزل للعشرة بصراحة في من سرق من جيوب الناس كلها تحت اسم القانون ضم استراتيجية اخلق مشكلة ثم اعمل على حلها هما كانوا بيقولوا ان هما طبعا عندهم مشكلة مع الغاز الروسي لكن الغاز الروسي مستمر الغاز الروسي ما انقطع من 80-90% من وارد داقة النمسا هو من الغاز الروسي فماذا لكن الشركات ارتفعت الأسعار مع الأسعار العالمية وان الشركات مرتبطة بالبورصة ومن يتحكم بالبورصة وكل هذه المؤادلة بصراحة اشتركوا في القناة نا